دعا مجلس بطاركتي ورؤساء كنائس القدس لاجتماع لأعضائه للتباحث في موضوع تعيين لجنة رئاسية عليا لشؤون الكنائس وتأتي الدعوة لهذا الاجتماع بعد التشاور بين رؤساء الكنائس ومطالبات من أبناء الطوائف المختلفة الذين رأوا في أسلوب التعيين تعد واضحا على دور الكنائس ومكانتها وشدد غبطة البطريارك ثيوفلس الثالث رئيس مجلس رؤساء كنائس القدس والأردن على أهمية عمل اللجنة في دعم الكنائس لتعزيز الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة وأن التعاون والشفافية والتشاور بين الكنائس والجهات الرسمية يجب أن يكون على أفضل حال للمساهمة في الحفاظ على الوجود المسيحي